بيبدأ الفيلم بولد صغير ماشي بحرص في الطين وشاي الكيس صغير فيه مية لحصانه فجأة الكيس بيقع من ايده وبيجرب سرعة علشان فيه غربان جرحة الحصان بتاعه المشهد ده بيتداخل مع علاقات من المستقبل بتاعه لما الالم هيبقى ملازمه على طول بيفكر انه لما حد بيحبه بيموت بيحس ان الوحده تماما مش هينسى الاحساس ده ابدا ومش هيسامح الاحساس بالفراغ ده مش هيسيبه طول عمره والمسامحة مش هتلاقي مكان في قلبه دلوقتي بنتعرف على شيلي اللي بتتصل بيها صاحبتها زيدي زيدي بتقول لها ان في حد ورى فيديو مرعب لحد تاني فيديو غامض هنعرف تفاصيله بعدين شيلي بتشوف الفيديو الغريب ده في رسائلها وفي الفيديو هي وصحابها دون وزيدي ودلوقتي بس بنسمع صراخ مرعب الاتنين بينقشوا ازاي ممكن يستخدموا الفيديو لصلاحهم لانهم فاكرين انه ممكن يكون سلاح ضد حد معين حد لسه ما نعرفوش زيدي بتقول ان الشخص ده شخص عادي بس شيلي مصرة انه محصن بيقرروا انهم لازم يمشوا من المكان زيدي بتعرض توصيل لشيلي علشان يهربوا سوا ويجيبوا معاهم صاحبهم دون بس لما زيدي بتحاول تنفذ خطتها رجالها بتظهر من العدم وبتخضرها وبتاخدها شيلي بتتصل بصاحبها دون وهي مرعوبة وبتقولوا ان زيدي بعدت لها الفيديو المحرج مع ان سر الفيديو ده لسه مش معروف شيلي بتخرج من بيتها علشان تقابل دون بس البوليس بيقبض عليها قبل ما توصل وفي نفس الوقت القصة بتنقلنا الولد شكله مخيف ومليان وشوش ده ايريك نفس الولد اللي شفناه في الاول اللي دلوقتي في مركز اعادة تأهيل عايش في ذكريات الماضي المأساوي لما حسانه الصغير مات وزميله بيتنمروا عليه بعد الحدثة ديه بقى عنيف وشارس وده سبب وجوده في العلاج دلوقتي بياخده شيلي لنفس المكان اللي ايريك فيه يقرب منه علشان تتكلم عن موهبته في الموسيقى بس المساعد بتاعه بيقطعهم وبيقوله انهم لقوا البنت قصده على زيدي فينسنت بيروح يشوفها وبيحاولي طمنها بيقول لها انهم بيدور على صحابها خصوصا شيلي وبيسألها فين مكانها بس زيدي مش راضية تديله اي معلومات فينسنت بيقول لها بطريقة مخيفة انها تروح جهنم لو مساعدتهوش بيقرب منها وبيعمل حاجة شبه السحر كأنه بيسيطر عليها وهي بتموت في الحال تاني يوم شيلي بتقرب من ايريك وقت الفطار بس قبل ما تتكلم هو بيفكرها ان الرجالة والستات ممنوع يتكلموا مع بعض بس بما انها عارفة الكلام ده ومش فارق معها بيكملوا كلام بس اول ما بدأوا يتكلموا ويقولوا اساميهم جلسة العلاج بتبدأ وبيتفرقوا تاني مع انهم مش قادرين يبطلوا يبصوا البعض بعدين شيلي بتروح تزور ايريك بس بيتقطعوا تاني علشان في ناس جت تزور شيلي بس هي بتقول ان محدش يعرف انها هنا فايريك بيروح يشوف وبيرجع يقولها ان شكلهم محامين كتير لما شيلي بتخرج تشوف بتخاف وبتقولوا انهم لو لقوها هيقتلوها فلازم تهرب ايريك اللي بدأ يحبها بيساعدها تهرب من المركز ولما هي على وشك تمشي بيقرر يهرب معها هو كمان وبكده بتبدأ مهمتهم الخطيرة للهروب سواء اول ما بيخرجوا ايريك بيسألها مين الناس دول وهي بترد انهم من حياتها القديمة لان كل واحد عنده حياة قديمة في النهاية بيوصلوا البيت صاحب شيلي بس هو مش عايش هناك فهي بتقدر تقعد هناك لساعات شيلي بعدين بتقول لأيريك انه يقدر يمشي لو عايز بس هو مش عاوز يبعد عنها هما الاثنين وقعوا في الحب في اقل من ثلاثة ايام وعلاقتهم ببعض بدأت تتطور اكتر ثاني يوم بيلاقوا جثة زيدي في النهر وده بيحط فينسنت في موقف صعب جداً مساعدته الشخصية مارين بتقول له وهو بيوضح انها لازم تتخلص من اي حاجة ممكن تورطه بما فيها الفيديو اللي البنات كانوا بيورروا البعض لانه ممكن يتاخد دليل ضده وفي نفس الوقت الاثنين اللي لسه واقعين في الحب بيستمتعوا بوقتهم بيعيشوا حياتهم وبيحلفوا البعض على حب ابدي بس طبعاً مستخبيين بعدين شيلي بتغني وإيريك بيعزف على البيانو وبعدين بيتبادلوا الأدوار بس أول ما شيلي بتبدأ تعزف على البيانو بتبدأ تفتكر اللي حصلها هي وصحبتها بتتدايق وبتطلب تطلع بره شوية وبتقول لإيريك انها ما كانتش عزفت على البيانو من زمان لانها كانت بتعزف كويس قوي لدرجة ان امها كانت بتاخدها تعزف في أماكن مش مناسبة لسنها هي ما كانتش عايزة تعزف للناس دول وشافت حاجات ما كانش المفروض تشوفها حاجات مظلمة ووحشة قوي لدرجة انها مش قادرة تقوله عليها طبعا لانها خايفة يسيبها لو عرف بس إيريك بيطمنها ان مهما حصل هيفضل معالها ولو قررت تنط من على كبري هينط سوا باين ان حبهم حقيقي بعدين بيروحوا حفلة وبيستمتعوا جدا مع بعض لدرجة انهم بعدها بيقطاشوا وعايزين مية شيلي بتسيب إيريك لحظة علشان تجيب المية بس بتقابل صاحبها دون اللي بيقول لها ان زيدي ماتت وانهم جايين وراه فلازم تسيب المدينة بس شيلي مش قادرة تسيب إيريك فبتجري تطلعوا من الحفلة وبتوعدوا انها تشرح له كل حاجة بعدين وهم رجعين للمكان اللي كانوا قاعدين فيه بيقابلهم نفس الناس اللي كانوا بيدوروا على شيلي بيمسكوهم لاتنين وبيحطوا اكياس على رأسهم لما بيباني انهم على وشك يخسروا حياتهم المشهد بيتغير لمكان شبه الجحيم إيريك بيحاول ينقذ شيلي من الغرق بس بيوصل متأخر جدا وللأسف شيلي بتموت إيريك اليائس بيعوم علشان ينقذ نفسه بس شيلي مش موجودة في أي حتة إيريك تاية ماشي لوحده حزين بتعذبه أصوات لحد ما راجل غامض بيقرب منه الراجل بيقول لإيريك انه غراب بيشير روحه لأرض الموتة بس ساعات بيغلطه وبيسيبه الأرواح تايها وده سبب انه مش هيكون حر أبدا الغراب هيرشده لحد ما يصلح الغلط إيريك اللي فاكر انه كل ده كان كابوس مش مصدق الراجل فالغريب ده بيزقه وده بيخلي إيريك يصحى وبيرجع لعالم الأحياء لما إيريك بيفوق ويفتكر شيلي بيسمع صوت ده حد بعته مارين يدور على تليفون شيلي لأن فيه حاجة مهمة جدا الراجل بيسمع إيريك وبيقوله انه يقدر يطلع لأنه زابط بوليس لما إيريك بيطلع الراجل بيقوله انه فاكر ان إيريك تجنن وانه لازم يكون حصل حاجة وحشة لصحبته من غير أي مقدمات الراجل بيحاول يضرب إيريك بالنار بس ما بيموتش بدل كده إيريك بيبقى خالد بيحارب الزابط المزعوم وبيهزمه بس بتمن غالي بيتصاب إصابات شديدة بطريقة غريبة الجروح بدأت تشفى لوحدها افتكر ان الغراب هيرشده علشان يصلح الغلط إيريك بيمشي ورا الغراب في رحلته بيشوف حبيبته شيلي بيضغطس في البحر من غير تردد بيمشي وراها بيدخل تاني عالم الموتة هناك بيقابل الراجل الغامض مرة تانية اللي بيقوله ان شيلي ماتت فعلا بس روحها اتخذت بغراب مغلتش الراجل بيشرح ان اللي قتلوهم عملوا عهد مع الشيطان علشان ياخدوا حياة أبدية وبعتوا أرواح بريئة للجحيم إيريك لازم يدمرهم كلهم علشان يرجع حياة الأبرياء بما فيهم حبيبته شيلي وهو مدفوع بحبه لشيلي ورغبته في العدالة إيريك بيبدأ مهمته علشان يصلح الأمور عارف انه بس لما يواجه الشر اللي ااخد حياتهم هيقدر ينقذ روحها ويلائي السلام إيريك وهو عارف دلوقتي عمق المهمة بيسأل الراجل الغامض هو ايه بالزبط لانه بيقدر يشفى ودلوقتي خالد الراجل بيشرح له ان بسبب كده لازم يتمم المهمة كل حاجة هتمشي تمام طول ما روحه حبه فضل نقي لو الحب ده استمر مش هيقدر يموت بالمعرفة الجديدة دي الراجل بيحيي إيريك وإيريك بيروح لصاحبه الموثوق فيه اللي عمله كل الوشوم اللي على جسمه وبيطلب منه سلاح وهو متسلح ومصمم إيريك بيروح لأم شيلي لانه شافها مع الناس اللي قتلوا شيلي بيطالبها تقول لهم مين لانه بيحب شيلي بجد ومستعد يخلص على كل اللي متورطين علشان يرجعها بس إيريك بيحس ان في حاجة غلط أم شيلي بتتصرف بطريقة غريبة ومريبة من غير سبب بتكسر كوباية وبتبدأ تعاية على شيلي إيريك بيستغل اللحظة دي وبيتسلل لقضتها وبيلاقي حاجات من شغل قديم كان بتاع صاحبته الميتة إيريك بعدين بيدور على الراجل اللي كان مسؤول عن موته سواء التاكسي المخلص اللي كان بيشتغل مع الأشرار علشان ياخد منه معلومات بس الأمور بتخرج عن السيطرة وإيريك بيقرر ينهي حياة السواء هو عارف ان هو نفسه مش هيموت خلال المواجهة دي إيريك بيكتشف ان ماريان كانت بعتت رسائل كتير للسواء بتقوله يلاقي دون على طول لأنهم عرفوا مكانه بالضبط وفين هيتقابله إيريك بيجرع المكان وبيدخل في معركة شارسة معهم كلهم الأشرار مش عارفين من إيريك الحقيقي بيدهسوه بالعربية مرات كتير وسبوه بيزحف على الأرض زي الدودة العجزة بعدها فينسنت بيزور أم شيلي صوفيا علشان يسألها عن الراجل اللي زرها هي بتقوله انها عايزة تقتله مش من الغضب لكن من الحب فينسنت فاكر انها لو قتلته يمكن تفتكر انها تقدر ترجع حياة شيلي وبيصخر منها هي حاسة بالزنب ان بنتها ماتت وهو ما كانش موجود عشانها بس فينسنت بيقوله صوفيا ان شيلي فضلت كده صوفيا بتوضح ان اللي فينسنت ادهولها ما كانش نعمة لكن لعنة فينسنت بيفكرها ان المفروض تكون مع شيلي هي كمان وبعدين بيستخدم تقنية صوته الغريبة وبنسمع صوت صوفيا بتتحد مع بنتها في العالم الآخر بعدها فينسنت بيركز تاني على البنت اللي عندها موهبة موسيقية واللي شفناها قبل كده بيتصل بماريان وبيقولها ان الولد اللي دهسوه عنده القدرة يهرب من الموت ولازم يلاقود الوقت دي فينسنت بيدور على دون لانه شاف شيلي معاه يوم الحفلة دون بيشرح ان ماريان بتشتغل لفنسنت روج وانهم كانوا بيتعزموا على حفلاته بس فجأة الامور اتقلبت لحاجة وحشة بيوصف صوت فينسنت كحاجة تقدر حرفيا تدخل جواك وتتحكم فيك بتخلي الواحد يعمل اللي هو عاوزه بصوته بس دون بيندم انه صور الفيديو ده عارف دلوقتي هو قدل ايه بيشرح انه راح يشوف شيلي علشان يحذرها بس هي ما كانتش عايزة تمشي ما كانتش عايزة تسيب ايريك دون بيعترف انه يعرف شيلي من زمان بس لما شاف نظرتها الاريك شكلها كان مختلف كانت سعيدة هو اسف جدا على كل اللي حصل ايريك ما عندوش حاجة يقولها وبيقول لدون انه لازم يعمل اللي هما ما قدروش يعملوه يطلع من هنا لما دون بيمشي ايريك بيفتكر ان شيلي ورته مرة مخباقها السر في بيت صاحبها بيروح هناك فعلا وبيلاقي تلفونها بالفيديو اللي عليه لما بيشوفه اخيرا بيكتشف ايه اللي حصل بالزبط فينسنت كان بيتحكم في شيلي وخلاها تعمل حاجات مظلمة ومرعبة جدا وهو مصدوم من اكتشافه ايريك بيرجع لصاحب الوشوم اللي بياثق فيه لشان يحكي له كل اللي يعرفه بالفهم الجديد ده لعمق تلاعب فينسنت والظلام اللي كان بيحاوط بحياة شيلي تصميم ايريك على الانتقامه الخلاص بيزيد هو عارف انه لازم يواجه فينسنت ويوقفه مش بس علشان شيلي لكن علشان يمنع اي حد تاني يعاني نفس المصير الطريق اللي قدامه مليان بالمخاطر بس ايريك دلوقت مصمم اكتر من اي وقت انه يكمله للاخر بس ما بيطولش وبيجوا وراء ايريك هو بيسيبهم يضربوه علشان يحمي صاحبه الوحيد بس حتى بعد كده بيبعتوا صاحبه للعالم التاني من غير اي اختيار تاني ايريك بيدي كل اللي عنده علشان يخلص عليهم بس بيضربوه بالنار حوالي خمسين مرة والمرة دي باين انه مش هيرجع ومع ذلك بيظهر تاني مع نفس الشخصية الغمضة اللي بتقوله انه كان عنده فرصة وضيعها الشخصية بتفكره ان حبه كان لازم يفضل ناقي بس ايريك شك فيها وعدو الحب هو الشك دلوقتي مش هيقدر ينقذها الشخص ده بيقول ل ايريك انه تعطى قوة عظيمة بس هو لسه طفل روح شيلي دلوقتي ضايع للابد في الظلام والايريك الابدية هتبقى بسيطة بس هو محتاج يتنفس ويسيبها تروح بس ايريك بيفكر في فكرة انه يبدل روحه بروح شيلي الشخصية بتحذره انها تروح لمكان فوق خياله بس ايريك مش فارق معاه حتى لما بيقولوا ان لو عارف ينقذها مش هيكون معها تاني ايريك بيصر ان ده قراره بيعملوا عهد دم والشخص بيقول ل ايريك ان بالدم الاسود ده هيقدر يتحرك بين العوالم زيهم ولازم يصلح الغلط ايريك بيرجع اقوى من الاول وبيخلص على كل اللي في طريقه بيعمل واشمة تاني وبيشوف تليفون واحد من عمال فينسنت وبيكتشف انهم نويين يتقابلوا في القبرة كمان ساعتين في نفس الوقت ماريان بتقول ل فينسنت انهم خربوها وانه باين ان ايريك اتقتل ساعتين بيعدوا وايريك بيوصل للقبرة الكل بيوجهوا بس بقووته الجديدة مش صعب عليه يهزمهم ابدا بعد معركة طويلة وملحمية ايريك اخيرا بيوصل لماريان ماريان بتعترف ان فينسنت في البيت الريفي بتاعه ايريك بيسألها ليه عملت كده ماريان بتشرح انها ما بتعرفش ابدا ايه اللي بيحصل بالزبط بتشوف اللي بيعملوه بس ما بتكونش جزء منهم وفاجأة بتلاقي نفسها معاهم والاتجاه الوحيد اللي بتمشي فيه هو التحت هي كمان بتقول ان ايريك عنده نفس النظرة في عانيه زي فينسنت نظرت حد بيكره كل حاجة جواه بس فينسنت بيخبيها احسن من ايريك ايريك مش قادر يستحمل اكتر من كده فبيبعت ماريان تقابل مصرها يا في مكان كويس يا مع الشيطان وبيعرض جثتها لجمهور الابرة كمان بيفتكر لما شيلي قالت له انها تحب يكون فيه زنبغ في جنازتها فبياخد واحدة قبل ما يروح لبيت الريف بتاع فينسنت العنوان اللي ماريان ادته له وفي نفس الوقت فينسنت بيلبس وبمشت شعره بهدوء عارف تماما ان ايريك جاي وراه لما ايريك بيوصل بيسأل فينسنت هو مين بالزبط فينسنت بيرد انه مجرد راجل عجوز لحمه دم مش زي ايريك فينسنت بيقول لأيريك انه عارف انه فاكر انه يقدر يرجع شيلي للحياة لكنه مش هيقدر لان المكان اللي هي فيه دلوقتي مفيش طريق منه للرجوع كلام فينسنت مليان بالثقة الهدية كأنه خلاص ايه بالنتيجة بيقول لأيريك انه محاولته انه يرجع شيلي ملهاش اي فايدة لان المكان اللي رحها فيه دلوقتي بعيد عن وصول اي قوة حتى لو كانت قوية زي قوة ايريك بس ايريك مدفوع بمزيج من الغضب والحزن وبيرفض يقبل الكلام ده كله بيواجه فينسنت وبيطالب باجابات بس فينسنت بيبتسم بسخرية مصر ان مصير شيلي تختم خلاص التوتر بينهم بيوصل لزروته وايريك اللي بقى عارف تماما الظلام اللي جوه فينسنت بيدرك ان المواجهة دي مش بس عن الانتقام لكن عن مواجهة الشر اللي فينسنت بيمثله تصميم ايريك بيكون قوي وهو بيستعد للمعركة الاخيرة عارف انه حتى لو مقدرش يرجع شيلي لازم ينهي حكم فينسنت الارهابي علشان يمنع اي حد تاني عاني نفس المصير المواجهة بين ايريك و فينسنت وشيكا والرهان تمنه اعلى من اي وقت و ايريك بيجهز نفسه لمواجهة فينسنت عارف ان المعركة دي هتحدد مصير ارواح كتير بما فيها روحه هو مع انه عارف انه ممكن ما يشوفش شيلي تاني ابدا ايريك بيقو نفسه للمعركة الاخيرة مستعد يضحب كل حاجة علشان ينهي تأثير فينسنت المظلم فينسنت بهدوء شيطاني بيقول ايريك انه اسف ان ايريك شاف الفيديو لانه كشف ان شيلي ما كانتش الشخص اللي ايريك فكره بس ايريك مصمم بيرد ان فينسنت هو اللي افسدها فينسنت مع ذلك بيدافع عن نفسه وبيقول انه ما يقدرش يفسد حاجة مش موجودة اصلا بيسأل ليه شيلي هتعوز تكون مع ايريك دلوقتي لو ما بقاش عندها حب في قلبها اللي عندها قراهية بس وهو بيقول كده فينسنت بيغرز حاجة في قلب ايريك علشان يثبت انه ما بيحسش بحاجة بس ايريك بيحس بيها حاسس بفرصة فينسنت بيستخدم صوته المتلاعب علشان يحاول يسرق قوة ايريك مع ان ايريك بيبدأ يفتكر كل حاجة وباين ان القوة بتتسحب منه عن طريق فينسنت بس جوه ايريك بيفتكر كلام شيلي بتقوله لو انا صعبة في الحب ابني اكتر وبعزم جديد بيرفض يتفسد ويحارب بيسترد السيطرة على نفسه بيقرر ينهي فينسنت مرة وللأبد ايريك بيجر فينسنت النفس المكان اللي عمل فيه العهد مع الشخصية الغمضة بيوجه بالحقيقة انه لازم يخاف لان الجحيم مستغنيه علشان يخليه يدفع تمن كل اللي عمله ويرجع الحياة للأبرياء و ايريك بيحاول يحقق العدالة بيرمي فينسنت في الهوية حاكم عليه بالجحيم بعدها بلحظات بنشوف شيلي بتطلع من اعماق المية بتتح التاني مع ايريك هي كانت مصدقة انه كل حاجة كانت مجرد كبوس بس ايريك بيطمنها انه كل حاجة تمام دلوقتي وانها هتعيش تاني لكن بعدها ايريك بيقول لشيلي انه مش هيقدر يرجع معها لان ما كانش في طريقة تانية ينقذها لاتنين بيعياته مع ان شيلي بترجع للحياة بس للأسف ايريك هو اللي بيموت في العملية دي واقف على جنب الزابط كورونوس نفس الراجل اللي ساعد ايريك قبل كده بيقول لشيلي ان ايريك حارب بشدة علشانها في لحظاته في كل حاجة هي بتعملها بيعبر لها انه متأكد انه في يوم من الايام اروحهم هتتقابل تاني والحد ما ده يحصل هيكون عندهم ذكرى حبهم الكامل بيقول ان ده ساعات بيكون كفاية بالكلمات دي ايريك بيموت وساب شيلي وهي عارفة بألم انه ضحب كل حاجة علشانها وهي بتبدأ حياتها الجديدة بتشيل الذكرى بتاعته معاها عارفة ان حبه هيرشدها في كل اللي بتعمله القصة بتنتهي بالحقيقة المؤثرة ان الحب حتى لما بينفصل بالحياة او الموت ممكن يتخطى الزمن والمكان وان ذكرى الحب ده ممكن تكون قوة جبارة بتستمر ودي نهاية الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر